بس الجد زعلنا قوي انك انت بتدين تصلي في يوم 14-5 سنة 2014 ظهرت لينا واحدة اسمها الدكتورة نوها سالم والظهور كان في برنامج صبايا الخير مع الاعلامية ريهام سعيد الغريب ان اللقاء ده كان بناء على طلب الدكتورة نوها وقالت كده بالنص للإعلامية ريهام سعيد انا عاوزة اظهر في البرنامج بتاعك وطلبت ان هي عايزة تتكلم في موضوع مهم لانقاذ المجتمع وقالت ان بعد الحلقة دية ناس كتير حتشكرها لان هي نورتهم وخلتهم يشوفوا الحقيقة وده طبعا من وجهة نظرها الخاصة واول حاجة لفتت نظر الإعلامية ريهام سعيد ان الدكتورة نوها مخبية وشها على الرغم ان هي لا محجبة ولا منتقبة فسألتها انت ليه مخبية وجهك فردت عليها قالت لها انا خايفة على نفسي من القتل زي اللي حصل مع فرق فودة وان هي مش عايزة تكشف عن هويتها ولا عايزة حد يعرف هي مين وكمان حفاظا على مشاعر اهلها وزوجها واولتها لان الكلام اللي حتقوله ده حيدايقهم جدا لان هم متدينين وبدأت تشرح اسباب طلبها وان هي عايزة تصحح مفاهيم الناس عن الاسلام وان مفيش حاجة اسمها سيدنا جبريل وان كل ده هوهم وبما ان مفيش سيدنا جبريل يبقى اصلا مفيش حاجة اسمها الدين الاسلامي ويبقى كده بتضرب قواعد الدين وان الدين الاسلامي ده مش موجود وان كل دي تخريف ده طبعا رأيها الشخصي وكملت وقالت ان سيدنا محمد ده راجل زكي جدا ومفكر وعبقاري ورجل حرب وان هو اللي قال لي في القرآن وده طبعا حشاء يكون كذلك وقالت ان ربنا ما تكلمش نهائي وان ربنا ما ارسلش اي رسل ولا اي انبياء وطبعا كلامها استفز ريهام سعيد جدا وحصل مشدة بينهم وحصل تطاول من الدكتورة نهى على الاعلامية ريهام سعيد وزاد التوتر والحدة في الحوار اللي ما بينهم وريهام سعيد غضبت وطردتها من الحلقة بتاعتها وهي خرجة كان صوتها عالي وبتتكلم بكل وقاحة وكانت بتقول للاعلامية ريهام سعيد مش مسموح لك انك تتكلم مع الدكتورة نهى بالشكل ده انا الدكتورة نهى وبسبب كده الدنيا كلها عرفت اسمها بس كان لسه فيه غموض بيحوم حواليها والحلقة دي استفزت المشاهدين من وقحتها وطريقة كلامها واستهنها بالقرآن والتطاول على رسولنا الكريم وفضل الموضوع حديث الرأي العام لفترة طويلة والدكتورة نهى اتعرفت هي مين والناس بدأت تطردها في الشارع ومش في الشارع بس ده كان بيوصلها رسائل تهديد على الموبايل بتاعها وعلى الواتساء وعلى الفيسبوك وعلشان كده استخبت واختفت لفترة طويلة بسبب تهديدها بالاكل ومن خوفها رجعت ولبست النقاب من تاني مش علشان رجعت عن افكارها المريضة لا ده علشان تستخبى من عيون الناس وتمر الايام والناس تبدأ تنسى حاجة اسمها الدكتورة نهى وترجع لحياتها الطبيعية وعملت بعدها حملة اسمها ما ترميش على الارض بس نهى كانت لسه مستمرة على نفس افكارها ومفهومها الخاطئ عن الاسلام وبقت اسوأ من الاول وما اكتفتش ان افكارها الخاطئة دي تكون لنفسها وبس لا دي عاوزة تزعها على العام وعاوزة الناس تصدقها وعاوزة الناس كمان تمشي وراها وتأمن بيها طب هي مين الدكتورة نهى اصلا اسماها نهى محمود سالم اتولدت في محافظة الاسكندرية سنة 1960 اتعلمت لحد ما حصلت على شهادة الطب البشري وتعينت في التأمين الصحي كممارس عام وده اللي قالتوا عن نفسها على الرغم ان بعض اصدقائها قالوا ان هي دكتور التخدير نهى لبست الحجاب وهي عندها 15 سنة وده كان بارادتها ومحدش غصب عليها من اهلاء ان هي تلبسه وفي سن 21 سنة نهى لبست النقاب وتجوزت من واحد متدين والراجل ده كان متعصب جدا وانجبت منه 3 اولاد وفي سن الثلاثين افكارها بدأت تتغير وده كان بسبب ضرب جزهة المستمر لها ومن اللحظة دي تخلقت لنفسها افكار سلبية تعادي بيها الاسلام وده علشان تبرر لنفسها ان هي ماشية صح وعلشان كمان تهرب من سلطة جزهة عليها وكانت بتنقي من الاسلام اللي يعجبها واللي على هواها اما بقى لو اي حاجة ما عجبتهاش كانت بترفضها وتقول ده قاهرة وظلم والعقل والمنطق بيرفضها وده علشان تبرر لنفسها اللي هي بتعمله وانفصلت نهى عن زوجها وكبرت المشاكل بينهم حتى اولادها نفسهم بعد عنها ومش اولادها وبس ده اهلها كمان وده بسبب افكارها المتطرفة المبنية على العشوائيات ولما اي حد كان بيواجهها كانت بتقوله انا اؤمن بالعلم وليس بالغيبيات وطلعت في فيديو وتكلمت عن نفسها وحكت معاناتها من وجهة نظرها وحكت ازاي قلعت النقاب وازاي وجهت اهلها وبالاخص ان زوجها راجل متدين والمدة نص ساعة في الفيديو تختصر طريق حياتها وقالت ان نوالي السعداوي امها الفكرية وهي مؤمنة جدا بيها لدرجة انها عملت زي نوالي السعداوي وسمت نفسها باسم امها وقالت انا اسم نهى فوزية سالم نفس ما نوالي السعداوي كانت بتقول على نفسها انا اسم نوال زينب السعداوي فعلا امها الفكرية وقالت انها عرفة ومتأكدة ان ممكن تتقتل في اي وقت وده بسبب التهديدات اللي كانت بتوصل لها عن أفكارها وكلامها وقالت إنها مش خايفة ومستعدة تواجه أي حاجة وقالت إن الموت ده جزء من الحياة وبعد الموت ما فيش حساب ولا في عذب قبر ومن ضمن تصريحاتها ألفت كتاب وشرحت فيه إن إزاي هي خلعت النقاب وكانت دايما بتحاول إن هي يكون لها متابعين وداعمين وده لسببين أول سبب امتصار لأفكارها المريضة المبنية على الجهل والسبب التاني حماية ليها من أي حد يفكر يأذيها واشتغلت نوها في المجال العام علشان تثبت إن هي ست صالحة وبتحافظ على المجتمع وعملت حملة اسمها ما ترميش على الأرض وراحت في أماكن كتير تتصور ومعها أوراق الورق كان مكتوب عليه اسم الحملة وإنجازاتها في توعية الناس والنظافة والمحافظة على أي مكان تروحه بس جوه العسل كان في سم والسم إن الحملة المراد منها إننا ما نرميش أخلاقنا وعقلنا على الأرض وده كان كلامها في وصف الحملة يعني لعب بالألفاظ علشان تقدر تدخل الأفكار المسمومة لأي شخص وتقدر تتجادل معاه وتزعزع ثقته في إيمانه بالله ورسوله والحملة دي وصلت إنها تسمت نوها ما ترميش على الأرض ومن ضمن أعمالها إن هي كانت داعمة لمنظمة التكوين ودول عبارة عن أشخاص أفكارهم ملحدة وأطلقوا على نفسهم متنورين بس في الحقيقة إنه هم غرقانين في الظلام وبيضربوا في سوابة الدين والقيم المجتمعية وجرئتها زادت أكتر من الأول سنة 2021 وفي نفس السنة انطلقت وبقت تتكلم عن أفكارها المتطرفة بكل جراءة وكانت دايما بتظهر مع شخص على اليوتيوب في بس مباشر في البس دا كانت بتشرح أفكارها ومعاناتها وإزاي إن هي تعبت من الصيام والصلاة وما وقفش الموضوع لحد كده دي كانت بتطالب حقوق الإنسان إنه هم يمنعوا الأطفال إنه هم يصوموا علشان ده يعتبر أهر وحرمان من غير مبرر وبيعرضهم للأذى الجسدي وما وقفتش لحد كده ده فيه شخص اسم رام نشر على صفحته الشخصية إنه هو بقاله 12 سنة بيدعى الربنا لعمره صلى ولعمره عبد ربنا ولعمره عرف الدعاء إيه أصلا والراجل التزم إنه هو صلى ونازل أو منازل على صفحته إن الصلاة جميلة وإنه هو كان يعتبر بيعبد الشيطان أو في طريق الشيطان وفي طريق الصحاب وفي طريق الشرب وفي الطريق اللي انتوا عارفينه ده كله الراجل حب الطريق بتاع ربنا والتزم وبدأ يصلي فنزل على صفحته إنه هو بيعيش أيام سعيدة مع الصلاة فشوفه ردت فعلها كانت إيه معاه طبعا هي دخلت له على الخاص وبعتت له فويسات كتير قبل ما أعرضها عليكم تعالوا أقول لكم هي قالت له إيه بالظبط قالت له يا رام أنا زعلانة إنك صليت وإن الصلاة خطر على الجلد وإن الصلاة دي حاجة مؤزية جدا وقالت له أنت شخص متعلم إزاي تؤمن بالأفكار الكاذبة دي وبعتت له رقامها وطلبت منه إن هي تكلمه واتدردش معاه أكتر بس رام فضحها ونشر كل الفويسات اللي هي بعتتها له على العام تعالوا بقى نسمع بالصوت هي قالت لرام إيه صباح الخير أنت وحشني جدا عامل إيه أنا بتطمن عليكم على أخبارك من الفيسبوك وأعتقد أنك قاعد في جهب اليومين دول أنا الحقيقة يا رام بجد صدمت صدمة جمدة جدا أن أنت بتقول أول مرة أركعها من 12 سنة بجد زعلت قوي قوي مش درام اللي أنا عارفة اللي كنت بشوفه في مكتب تسكندرية ونحضر حفلات ونرقص يعني يعني حاسة كده أن أنت إيه انتكست انتكست يعني بعد ما كنت علماني لبرالي ابتدت خش في دور لبقى الشيوخ والسلفيين والإخوان بس بجد زعلنا قوي أنك انت بتدت تصلي ده انقلاب على العلم وعلى العقل وعلى المنطق وعلى العلمانية المهم يعني أنا حابعت لك رقم تليفوني وكت حبة ندردش مع بعض في موضوع الصلاة ده أنت تقدر تكون صادق ممكن تكون مهزب ممكن تكون مستقيم في حياتك بكل الطرق بس أرجوك بلاش صلاة لأن الصلاة بتسبب أنا طبيبة طبعا فبكلمك من حيط الطب الصلاة الصلاة يا رام بتسبب أمراض جلدية من المستحيل أن يأمر الله بعبادة تسبب إيه تشوف الجلد في الوقت ده كانت بتهاجم أي شخص يتكلم عن الإسلام وكانت بتحاول أن هي ترجعه على الطريق اللي هو ماشى عليه وبتفاهمه أن اللي هو فيه ده واه وفكري كاذب وفي سنة 2024 تطلع الدكتورة نوها على تركيا علشان خاطر تغير جاو وتعمل شوية سياحة هناك بس بعض المقربين منها قالوا أن هي سفرت لشخص هناك اتعرفت عليها عن طريق الفيسبوك والعلاقة بينهم اتطورت ووصلت للحب وأول ما سفرت شركة صورها وجولاتها السياحية على الصفحة بتاعتها وقد إيه هي سعيدة بالأماكن اللي زرتها في تركيا وبعد أسبوع من سفرها فجأة قطعت الأخبار عنها وكانت ما بتردش على الموبايل بتاعها ولا على رسائل الواتس ولا على رسائل الماسينجر لحد ما الموبايل بتاعها تقفل والأمر استمر لمدة 3 أسابيع وده خلى الألق والخوف يظهر على ابنها يحيى حسن المقيم في الإمارات وكرر إنه هو يسافر تركيا علشان يدور عليها ولما وصل تركيا بدأ يدور عليها في كل الأماكن اللي زرتها عن طريق الصور بس ما كانش في حد يعرف عنها أي حاجة فاتصل يحيى بواحد قريب وعايش في تركيا من سنين اسمه عبد الرحمن ويحيى يطلب من عبد الرحمن إنه هو يدور معاه على والدته وبدأ عبد الرحمن بالفعل يبحث عنها بس ما توصلش لأي أخبار تدل على مكانها وقال لي يحيى الحل الوحيد إن إحنا نبلغوا السلطات التركية عن اختفاقها وهم أكيد حيقدروا يوصلوا لها وبالفعل بلغوا السلطات التركية اللي بدورها بدأوا يبحثوا عنها وتاني يوم من البلاغ وده كان بتاريخ 17 مايو سنة 2024 اتصلوا بيحيى ابنها وبلغوا إنهم لقوا جسة السيدة مرمية في حديقة بالكرب من بيرنباشا في اسطنبول وطلبوا منه الحضور علشان يشوفها ويتعرف عليها وبالفعل يروح يحيى ومعاه عبد الرحمن قريبه بس يحيى ما تعرفش عليها من بشاعة المنظر لإن كان مرة على وفاة الجسة أسبوعين فطلبت السلطات التركية من يحيى إنهم يسحبوا منه عينة DNA ومن الجسة عينة برضو DNA علشان يطبقوهم ببعض وبعد ما طلعت نتيجة التحليل أثبتت إن الجسة اللي لقوها هي جسة الدكتورة نوها الجسة كانت شكلها صعبة جدا وكانت مشوهة حتى شعر رأسها كان محلوق ده حتى ضوافرها كانت مخلوعة وجسمها فيه أجزاء متكلة منه وده بسبب تأثير ميت النار اللي اندلقت عليها لو فكرنا لحظة حلقوا إن اللي حصل ده إن الدكتورة نوها قبل ما تموت تعذبت تعذبت عذاب شديد لإن مش منطقة إن اللي يكون خلص عليها على طول كده قتلها وسبها لإن مش منطقة إن الآتل يكون خلص عليها على طول وده ياخدنا للاحتمال التاني هو إنه تم احتجازها وتكتفها وبعد كده تعذبت وهي حية يعني اتخلع شعرها وهي حية اتخلعت ضوافرها وهي حية اتكب عليها ميت نار وهي حية وبعد كده تقتلت وللأسف السلطات التركية لحد الآن ما أعلنتش عن أي خيوط يوصلنا للجاني وبعد التشريح السلطات التركية تسلم الجثة لابنها يحية ودفنها في المدفن الخاص بالأجانب في تركيا علشان كان صعب ينقلها ويدفنها هنا في مصر وده لبشاعة الجثة وحالة التعفن الشديدة اللي هي وصلت لها وبعد انتشار خبر مقتل الدكتورة نوها ظهر لها أصدقاء كتير على الفيسبوك الأصدقاء دولت بالفعل كانوا بيتواصلوا معاها بس كان فيه شخص مقرب منها جدا اسمه أحمد كان دايما على تواصل معاها قال ان نوها توصلت معاها قبل ما تختفي وبعتت له رسالة بصوت حزين جدا قالت له في الرسالة يا أحمد أنا اتخدعت اتخدعت لما روحت الواحد تركيا وكنت مفكراه مع الجنسية وطلع للأسف ما معهوش الجنسية واكتشفت ده بعد ما تجوزته أنا تجوزته علشان أخذ الجنسية التركية بس للأسف لقيته هو نفسه مش معاه الجنسية التركية وللأسف تاني لقيته متجوزه معاه أربع أولاد وشكله كده كان عاوزني أنا أشتغل وأصرف عليه وعليهم وقالت انه هو عليه ديون كتير جدا والإيجار حتى ما بيدفعهوش بقاله شهور وإن هي حزينة إن هي وثقت فيه وبالأخص لأنها ارتبطت بيه رغم إن أولادها وأسرتها كانوا رفضين الارتبط ده لأنه كان أصغر منها بتسعتاشر سنة والسؤال اللي بيطرح نفسه وإجابته حتظهر مع الأيام أكيد حنعرف مين اللي قتل الدكتورة نوها هل هو الشخص اللي ارتبطت بيه هو اللي خلص عليها أو دي كانت حيلة إن هم يستدرجوها من مصر التركية علشان يخلصوا عليها أو مثلا جماعة متطرفة في تركيا كانوا عارفينها ولما شافوا هناك أنه حياتها الله أعلم لسه ما فيش أي أخبار عن اللي خلص عليها أكيد الإجابة عن الأسئلة دي حنعرفها في الحلقات الجاية إن شاء الله بس الأكيد اللي إحنا عارفينه والسؤال المعروف إجابته الدكتورة نوها دلوقت في دار الحق يعني أكيد عرفت إن فيه عذاب قبر وفيه نعيم قبر وفيه سيدنا جبريل وفيه ربنا وفيه النبي وفيه رسل وفيه أنبياء فأكيد هي عرفت كل ده تحت الأرض لما راحت عند ربنا هي عرفت كل ده زي أي ملحد برضو لما حينزل كده القبر بتاعه هيعرف إن فيه ربنا وفيه إله وفيه كل حاجة أنا بصراحة مش قادر أترحم عليها السلام عليكم